هذا واستقبلت المملكة نحو سبعة وثلاثين الفا من ضيوف الرحمن القادمين من عدد من الدول عبر مبادرة طريق مكة ودخل المملكة ثمانية الاف حاج ماليزي قادمين من مطار كولا لنبور عبر ستة عشر رحلة جوية كما استقبلت المملكة اكثر من عشرة الاف حاج اندوسي قادمين من مطار جاكرتا بخمسة وعشرين رحلة جوية ودخل اراضي المملكة اكثر من اربعة الاف وثلاثمائة حاج باكستاني قادموا من مطار اسلام اباد عبر ثلاثة عشر رحلة واستقبلت المملكة نحو خمسة عشر الف حاج من بنجلاديش قادمين من مطار دكا بستة وثلاثين رحلة جوية هذا واستقبل مطار الملك عبدالعزيز في جدة ثلاثة وثلاثين رحلة على متنها اكثر من ثلاثة عشر الف حاج في حين دخل من مطار الامير محمد ابن عبدالعزيز في المدينة المنورة ما يزيد عن ثلاثة وعشرين الف عبر سبعة وخمسين رحلة موسيقى